وتتوسع مصر في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة خاصة استخدام الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وفي هذا الإطار تم توقيع 16 مذكرة تفاهم لمشروعات داخل المنطقة الصناعية في الغينة السخنة ومنطقة شرق بورسعيد بهدف إقامة منشآت ومجمعات صناعية لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية الانتقال من الاعتماد على استخدام الوقود الأحفورية الملوث للهواء مصدرا للطاقة إلى مصادر طاقة أخرى خالية من الانبعاثات الملوثة للهواء دفع العالم إلى البحث عن حلول لدرء أثار أسوأ أزمة مناخية قد يشهدها العالم في عصر ما بعد الصناعة ومن الحلول المطروحة لتحقيق هذا الهدف كان الهيدروجين الأقدر أحد الحلول المحتملة للاستخدام في القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة مثل قطاعات الطيران والشحن البحري والصناعات الثقيلة وحتى في تدفئة المنازل والهيدروجين هو أخف العناصر وأكثرها وفرة في الكون بالإضافة إلى كونه مصدرا للطاقة النظيفة يمكن أن يكون بديلا للوقود الأحفوري الذي يعتمد عليه العالم في توفير قرابة 80% من إمدادات الطاقة في العالم ويعد المصدر الرئيسي لانبعاثات غازات الدفئة المسببة للاحتباس الحرارية وفي الآونة الأخيرة أعلنت العديد من الدول حول العالم بما فيها الدول المتقدمة والأسواق الناشئة عن مبادرات للهيدروجين الأخضر مصر انضمت أيضا لتلك الأسواق لتعلن عن مشاريع تتعلق بالهيدروجين الأخضر كجزء من مبادرة وطنية كما تهدف إلى دمجه في استراتيجية الطاقة 2035 من هنا جاءت توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واحدا للطاقة في المستقبل القريب وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرا لعبور الطاقة النظيفة ومن ثم مركزا محوريا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية فعلميا الهيدروجين الأخضر هو نوع من الوقود الناتج عن عمليات كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء وبالتالي تصبح طاقة ناتجة دون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوية والمسبب بالاحتباس الحربية اشتركوا في القناة